لأن فيه برضو نقطة أنا أريد أن أوضحها إحنا ده صيح الإسلام لغاية عصر المماليك والأتراك عصر المماليك والأتراك كان عصر التخلف والانحضار الفكري وإن كان يعني المماليك لهم فضل في الدفاع عن الإسلام وعن المسلمين بعض من سلاطين المماليك كانوا كويسين ضد المماليك ضد التطار والمغول والكلام ده لكن الأتراك كانت أسوأ فترة جثمت على العالم الإسلامي تلتمائة سنة خلت يعني الثقافة تغيرت فمن ضمن المخلفات التي يجب أن تصحح في الخطاب الإسلامي وفي تجديد الوعي وفي حقوق الإنسان إحنا نريد أن نعالي النعر الكاذبة إيه النعر الكاذبة؟ إن بعضنا يتصور أننا نحن المسلمين الأوحد والأحسن والأجود والأكمل وإن إحنا اللي لنا الآخر الوحدين هذا خطأ في خطأ في خطأ إن ربنا أقر التعدلية لكم دينكم وليا دين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصر ده في آية تانية أتجيب خمسة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابقون والنصر والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيام يحسن فوق هم لكش دعوا به الجزاءات الأخرى بيد الله إنما لما تيجي نعرض استعلاء ونزعم ويبقى يحصل الصراع يعني عفواً مش الحضارات إحنا لا نريد صراع الأديان رجاء ليه إحنا نتعامل في المشتركات يعني مثلاً كل يعبد الله بطريقة منهجه اشتركوا في القناة